أصدر الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو كوثيريس بواسطة نائب المتحدثي باسم فرحان حق بيانا يوم الأربعاء عرب فيه عن ترحيبه بالتزام بتحقيق نازل أسلحة نووية من شبه الجزيرة الكورية والذي وعد به زعيم كوريا ديمقراطية خلال المحادثات التي أجريت مع زعيم الصين في بكينة في اليوم الذاتي أصبحت المحادثات التي أجريت بين الصين وكوريا الديمقراطية محورا هاما في وسائل الإعلام خلال المؤتمر الصحفي الدوري الذي عقده في مقر الأمم المتحدة بنيويورك وردا على أسئلة انترحها صحفيون من التلفزيون المركزي الصيني قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق إن المحادثات بين زعيمي الصين وكوريا الديمقراطية أرسلت رسائل إيجابية بشأن الوضع في شبه الجزيرة الكورية ورحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتوريز بذلك أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن ترحيبه بأي إجراءات تساعد على تحقيق نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية أما فيما يتعلق بهذه المحادثات فقد أهرب الأمين العام للأمم المتحدة عن أمله في أن تساعد كل الرسائل الإيجابية على تحقيق نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية بعد المؤتمر الصحفي الدوري أصدر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتوريز بواسطة نائب المتحدث باسمه فرحان حق بيانا قال فيه إنه يعتقد أن هذا التطور الإيجابي الأخير بداية للحوار الصادق في المستقبل من أجل تحقيق سلام دائم ونزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية